أهلا بكم معنا مرة تانية وبالتأكيد بما أنه إحنا بنتكلم على مسألة فوز في ريال أشرف الميدالية الذهبية في أولمبياد توكي وزي ما كنت بقول لكم دي أول ميدالية ذهب أولمبيا ناخدها من 17 سنة من 2004 لحد النهاردة من وقت كرم جابر لحد كانت أولمبياد قتينا من أول كرم جابر لحد في ريال أشرف وأنا أعتقد أنه في ريال أشرف بهذا الفوز الحقيقة بتحط اسمها بحروف من نور في تاريخ الرياضة المصرية بشكل خاص والحظ الجيد لينا والفي ريال أنه ده بيحصل في الوقت اللي فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رئيس للبلاد ليه بقى ده الوقت الجيد أو الحظ الجيد لأنه هنا احنا بنقول يا في ريال أنت مش بس كتبتي اسمك بحروف من النور أو الدهب ده أنت هتبقي نقدر نقول لبنة رئيسية في أنه يحصل اهتمام ضخم وغير مسبوق بالرياضات الفردية اللي في مصر ده واحد اتنين اهتمام حقيقي بمسألة اكتشاف المواهب ده اللي كنا بنتكلم فيه الأسبوع اللي فيه النهاردة بيوجه في خامط الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة لفريال أشرف ليه؟ لحصولها على الميدالية الذهبية طبعا في الكراتيه في وزن فوق 61 كيلو زي ما حضراتكم عارفين في أولمبياد توكيو وطبعا احنا شايفين قدامنا مجموعة من الصور لفريال ما شاء الله عليها وربنا يوفقها وبالمناسبة أنا مش عارف أنا كنت قاعد عمال سامع فريال وهي على الأرض وهي بتشكر ربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت يعني ده كان طالع في الصوت بالمناسبة لو خدتوا بالكو يعني صوتها كان طالع كده وفي نفس الوقت صوتها وهي قاعدة ما بين الفرحة وما بين أنها ما كنتش مصدقة أنها تقدر تحصل على الميدالية الذهبية وعلى هذا الإنجاز ما شاء الله عليها يعني البنت عملت مش بس اللي عليها اللي عليها وزيادة حبتين تلاتة عشرة ويمكن على مدار الحلقة ليكم عندي كده إيه مفاجأة أو قول اتنين فخامة الرئيس الحقيقة كتب عبر صفحته الرسمية بمواقع أو بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالتحديد وبالنص أتقدم بالتهنئة لابنة مصر البطلة في ريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكراتي في أولمبياد توكيو عشرين عشرين إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات فخور بابنتي في ريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية يا بختك في ريال ويا بختنا بيكيو طيب خلوني أقولكو إنه إحنا وإحنا بنتكلم على إنجاز اللي عملته في ريال إحنا بنتكلم فعلا على إنجاز رياضي شديد الأهمية وإنجاز رياضي في بطوك في رياضة تحديدا شديدة الصعوبة مش أقولكو بقى شديدة الصعوبة على البنات وشديدة الصعوبة على الولاد المسألة مش كده المسألة إنه الرياضة دي نفسها وقدرات أو بالأصح المنافسة الكبيرة اللي في هذه الرياضة من العالم قدام مصر منافسة شديدة الحجم أو كبيرة الحجم شديدة الصعوبة اللي عملته في ريال شديدة الصعوبة المدرب بتاع في ريال بالتأكيد مدرب رائع وعظيم أنه يقدر يهتم بيها كل هذا الاهتمام ويوصلها إلى هذه الدرجة ومهم قوي أنه أنت كمان تفكر كويس فيما وراء البطل اللي هو مين؟ عيلة البطل عيلة في ريال والدها ووالدتها الناس دي بالتأكيد مش هقول لكم بقى أنه الاستثمار في المال الاستثمار في المجهود الاستثمار في الإيمان بموهبة بنتهم وأن هم يقدروا يفضلوا داعمين لبنتهم لسنين نحن بنتكلم على صناعة بطل ما بتحصلش في سنة ولا في اثنين ولا في ثلاثة سنين علشان نشوف في ريال بهذا الحجم بهذا الاسم اسم بيبقى اسم عالمي بطلة أولمبية حصلة على الميدالية الذهبية مش بس اسمه مصري ولا بس اسمه عربي احنا بنتكلم على بطولة الحقيقة عالمية أهلها كانوا بيتفرجوا على المطش ازاي وده مهم جدا أو على مطشاتها على هذا الإنجاز كانوا بيشوفوا ايه كانوا بيشجعوا ازاي حسين بايه خلونا هنا الله احنا هنشوف هنا بتكلموا جد مش هنشوف طيب دي الصورة بتاعت في ريال وهي وقفة هنا وقفة التأدير والإعزاز والإجلال والتبجيل والفخر بالإنجاز اللي هي عملته باسم جمهورية مصر العربية باسم الرياضة المصرية باسم الكاراتي المصري حلو كده يعني في ريال عملت كل ده من خلال الميدالية الذهب اللي هي معلقاها في رقابتها زي ما احنا شايفين خلونا نشوف أسرة في ريال كانوا بيشوفوها ازاي وبيتابعوا ازاي وبيشجعوا بأن يروح ربنا هيا ديك يا بنت عشر ثوان عشر ثوان من مين من مين الشيء ثوان الشيء ثوان لا يعني لا نعط نور من التعادل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حلوة اربع ثوان اتعدوا فر بس الفίο عليه فدو عشان ايه الفيديو امت كمان يا هاني يجب شدوت رديم بكل رديم بكل شي ان شدوتها احمّ heraus أردك! أربع سوالي! أربع ثوالي إي سوالي! حلقوا على الماضي! الأردك! الله هو أكبر! الحمد لله! انتوا شفتوا كم الفرحة وهي في الاخر لكن بص على الفيديو انا قدرت عدهم تسعة يعني في حد ظهر مرتين مرة كده في نص الفيديو في حد في اخر الفيديو وبعدين دول الاسرة وارد وارد يكون الاسرة زائد بعض من الجيران المحبين لها اللي مربينها على قديهم اللي فخورين بيها زي ما بيتقال وده جزء بالمناسبة لا يتجزأ من طبيعة المجتمع المصري فكرة المشاركة في الفرحة زي ما للأسف كمان بنا تشارك في الاحزان لكن المرة دي فرحة ونصر وفخر ودي حاجة مهمة جدا اهلا هم قاعدين عملين بيتابعوا وبيتابعوا كل حركة وبعدين بص اظن باباها هو اللي في النص شوف خد بالك الله ده هنا في شاشة ده ايه الفرحة اللي انا فيها دي بص القعدة والمشاورة والتوجيه وكأنهم قاعدين معاها جوة في الصالة بتاعة المطش اللي بتلاعب فيها المطش وكأنهم سمعينها وكأنها سمعاهم وعاديها مين بيوجههم وهو حاجة حالة من الحماس بالزبط تقدر تقارنها بحماس الناس ومتتفرج على منشاط الكورة المنتخب الوطني بيلعب الاهلي بيلعب الزمالك اللي فاز النهوضة 3-0 على المحل ألف مبدوك للزمالك بالمناسبة ما قدرش عديها زمالكاوي هعمل ايه؟ لكن خليني أركز أكتر على موضوع فريال بص الكم المشاعر والحماس المتضفق الناس عايزة تدخل أهلها وعائلتها أعوزين يخشوا جوه التلفزيون بينطف الهوى من الحماس أهو ما شاء الله مبروك عليهم وربنا يبرك لهم فيها حاجة تفرح حقيقي يعني الواحد دايما يتمنى يشوف كل يوم مشهد زي ده مش بس في الكاراتي وفي كل الحقيقة الألعاب والرياضات المختلفة اللي بيلعبها المصريين اللي يشاركوا فيها في أولمبياد زي أولمبياد توكيو اللي يشاركوا بيها في بطولات عالم اللي يشاركوا بيها في أي محفل من المحافل الدولية على المستوى الرياضي وفي أي مستوى بالمناسبة مش بس في الرياضة بصوا الفرحة اللي نزلة على الناس بصوا على الحماس اللي موجود أو اللي يعني اللي الناس حس بي شكرا